رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني أفقه قولي بسم الله الفتاح اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحم اللهم اخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضعفي إلى قوتك ومن انتساري إلى عزتك ومن ضيق اختياري إلى سعة إرادك اللهم آمين يا رب العالمين إلى الكوم الجميع المتابعين مساء الخير مساء السعادة مساء الهمة مساء النشاط مساء الجمال على عيون المتابعات الحلوات شان شان بنات شخبار شان رجحت لشان الفيديو كل تنظيفات من بداية الفيديو إذا ما حاطه لايك حطه لايك وإذا ما مشتركه بقناتي اشتركه فعل الجرس على الموت كل شي بنات أنشر يوصل إليك إذا أفتح بث مباشر يوصل إليك إذا أنشر فيديو يعني أي شيء أنشر بالقناة يوصل إليك وطبعا بنات حدي هاي الجهة من الكاونتر بديت أن أضف بها أنه هي هاي الجهة بنات بس استكاين وقلاسات معزولة على صفحة فقعدت أنا وبتي نزلت الغراث كلين وقلت أماما ما طول عطلة يلا ساعدني يلا خنبلش تعزيلات وتنظيفات تعرفون يعني مواعين كل شو هواية ويرا يدل هين جلف فخليت بتي تجلف هين عدل مثل ما شوفون شوية خليت قاصر أو كلور أكو عالم تسمي أو زاهي لأن أكو بنات قال إنه مولاك شنو القاصر هو من الدول العربية ما تعرف القاصر إنه بنات هو القاصر هو نفسي تلكلور اللي أنتم تسمونه هنا أنا بنات بعز الكركبة مالة المطبخ إنه مولاك جاء بالمسواق وهذا المسواق لازم هم أعز لو إياه يفد مرة وجاي أطبخ آني هم غده تقريبا هاي بنات الساعة بالثنتين الظهر فقلت لشن إنه الواحد عطلة وبعد هاي الأجواء شايفينها بكيف يجد قائدين بكيف يجد نامين فإحنا لازم كل يوم أخلص شغلة من البيت يعني هذا اليوم قلت إنه أنا هذا الريكن لازم نغسله الريكن هذا مالة العمودي هذا الحاطين بيماعين مالة الكاونتر قلت لازم نغسله فهذا اليوم لازم أسوه هذا الشي على مود إنه أنا هذا اليوم ما مشاهد شي لا لازم أخلص بي شي إنه ما طول أطلع عدش باردات غسليين تفريزات رمضان إبدي فرزي مو تقولين بعد وقت مثلي أنا قبل الأسبوع قلت لشن بعد وقت وهذا الشي لا أحس بعد رح يجينا شهر شعبان إبدي فرزي يعني إنتي ش تحبين تسوين بورق ركني على صف حالات جيسينة إذا تحبين بنات سمتش إنتي يعني تحبين تسوين سمتش برجب نظفي السمتش ورتبيه وسويت طبخات وعزلي قولي هذا الشهر رمضان ما رح أجيسي أبد إنه تخلصين كم يوم يعني هس أنا هذا السمت جاب لي أبو ملاك تقريبا بنات أربع كيلوات إنه مخلوط ما تعرفين يعني شانق على منعة هذا الحمر يعني هاي أشياء مخلوطة فاشترالي أربع كيلوات قلت لتشان جايبة قلت لازم اليوم ما طول بدت بعد قعدة تنظف وهاي عفت التنظيف عليها وكملت الغدال في الحمد لله والشكر إليك يا رب وقعدت بنات أنظف بي قلت هذا أنظف لنا كل شكله زين وأسوي طبخات إنه أعزلي الشهر رمضان خاف بالبنات يشتن يردن سمتش يقلن يردن بالمثال اليوم يأكلن سمتش لا هذا الهن قلت لتشان بنات حلو الواحد يفرز من هسه انتي ما عندتش كرافس ما عندتش شبين تطلعي اشتري تحبين تفرزين كرافس سوي لتش وجبة يعني حافلة بيها كرافس نطفي ويعني عدلي وغسلي وثرمي وعزلي على جهة هذا قولي الرمضان عدتش اللي شبين تحتاجين هم بالأكلات هم سوي هذا الشي بنات حلو الواحد يفرز أنه الوقت ما لتها برمضان يخلص يعني بالعبادة بالأدعية بالصلاة يعني يختم القرآن يعني هذا يرايد لوقت فإنت أي شي شوفينه صعب عليتش قئدي وسوت وخاصة برمضان بنات كل شي يصير غالي فإذا الشي صار غالي هاي هنا أنا مشكلة يعني قلتشان أنا ألف مرة أعيد وأقلتشان أنه السلج برمضان بنات يصير كلش موزيا ويصير غالي كلش هاي الفترة قاعدي ورتبي لتش سلجات حطيهن بحافظة وغسليهن ميلي الغصن مالتهم شنو تقدرين أنت سويينه؟ سوي بحدود المعقول يعني وما أقل لتش أنا جيبي فلان شي وسوي هتشي وخبص نفسي وهاي لا حدود المعقول أنت شنو تحبين سوي وشنو المتواجد جو وإيدتش بالمثال هاي الكرافز سهلة الشبنت سهلة اللي طماطة هسه ما شاء الله قلتتشان بنات حتى أكثر من فيديو الكيلو بثنين بألف جمدي لش طماطة الرمضان تحتاجينها بالصلصات تحتاجينها بالمروقات يعني هاي الأشياء سويها إلك وورت ببعد أمورتش إحنا ما شاء الله أمهات بيوت والله يعني أغلبيتنا يعني يحبني يفرزيني يرتبن أمور هن الرمضان يسون أشياء الرمضان يعني حلو حلو الواحد يدبر أموره هاي الفترة هنا بنات مثل ما شوفون بنتي خلصت الكاونتر وقلت لتشان أنا جاي أنظف السمتش وهنا عزلنا المطبخ قبل لنصب الغداء يعني قبل لأصب الغداء نظفنا نظفت الطباخ خمينة مثل ما تشوفون وعزلت الكاونتر وأنا والله بعدني البيوم ها كل شكلش بنات تعبت أنه تنظيف في رايد لوقت وخاصة إذا أربع كيلوات ترى هواية مو شوية في رايد لوقت وواية هم جاب لدجاجة هم قاعدت نظفتها كل شكلش زيان قلت هاي الدجاجة ما راح أجيسها أنه قبل فترة هم جايب لدجاجات هواية يعني بس لهاي الأيام مو الرمضان عفتها لأ لهاي الأيام قلت لتشان بنات إحنا أكنا أغلبية دجاج إحنا أنا طبخة بنات نصد دجاجة بس لأن عدي مرقة بوتيتة وياها لحمهمين ألف الحمد لله وشكور إلك يا رب على النعمة وربي يحفظها ويديمها من الزوال وإحنا أنا خلصنا ردي ورجعت قلت تخلي سويها الروتيني تحفزا من عنده والله بالبداية ما أجيت أصور بيناتنا الحج يعني قلت ما أصور واحد يعني يقول يقول هسه هاي الشين هاي المنظر هذي مو حلو أم ملاك ومو تعطيها للأشياء قلت ما راح أصور للبنات بس بعد يلا والله قلت خلنا أشجحهم وأطول باردة الدنيا وما الهن خلق يقوم هنويسة ولا لا وصل زوجتي يجيب للسمشات يجيب للتجاجات من هسا تنظفينهن وتعزلينهن يعني هاي الأشياء اللي تقدرين انت تسويهنها سويهن من هسا قلت لجنبلاد احنا من عشاق السمش يعني حتى برمضان زوجي يحب يعني السمش التقلاء السمش الشوي فمن هذا الباب انه انا من جابه الي هذا السمش قلت لا والله ما راح ناكل من عنده راح يعني اعزله وارتبه واضمنه يعني بتشياسه اساوي طبخات وعزلنه على صفحة بالمجمدة انه انا بنات عازله هواي اشياء هسا ازلت على جهة بالمجمدة هاي الاشياء اللي انا راكنتها الرمضان على ما يجي يعني بعد كم يوم وهاي اقعد اصفتها بالمثل اشوف انه انا كم دجاجة عندي اش قد عدي بالمثل سمش الرمضان شنو مساوية سمبوسة كباب وورق هاي الاشياء اشوفانها يعني اشوف شنو عندي مساويته الرمضان اقعد اعزله منه السآنه على جهة منه لوما يجي الوقت يعني قريب ما يجينا رمضان اقعد اعزل هاي الاشياء واصفتها وارتبها على صفحة اهنا انا بنات مثل ما شوفون خلصت غسل السمش كلش كلش زيان نظفته والله يرايد لو قد شقلت شناخذ يعني تقريبا اقذ من وقتي ساعتين اذا مو اكثر كلش تعبت بي وبتنظيفه لان قد قلت شنقعدة وحدة انه انا نظفته كلش زيان وبعدين بنات بلشت انه انا قضعت ادجاجة وهم نظفته كلش زيان مثل ما شوفون انه الواحد يعني قدتلت شن يعزل اموره من هسه ويرتبهن على ما يجي شهر رمضان الكريم اشتركوا في القناة 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 خاصة الاشياء اذا جمدت يعني بعد اضلين الدورين فاهنانا بنات مثل ما شوفون صار ديني عصر كلش قلت والله ما اخليها بنفسي خل اشلع ذني الشبنت هذا عندي تقريبا مناص صار باكتين كبار انه لا شوفونها شوية الف الحمدلله وشكر اليك يا رب يعني نعمة نعمة حديقة هاي الزغيرونة ضلع بيها شوية اشياء حلوة فاهنانا قلتوا الله ما اخليها بنفسي خلق اقوما وافرزلي شبنت تعرفوا المرق باقلة ومطبق باقلة يعني هاي الاشياء اللي تحتاج للشبنت العام اختي خطية ودتلي هواي ودتلي شبنت يابس ودتلي مجمد هي مجمدته في السنة ما اكل ما زارعين يمكن فاحنا في الحمدلله والشكرا اليك يا رب زراعنا ومثل ما شوفون طلعا كم شكلة مو كلشو هواي بس نعمة نقول صار باكتين اكبار او شدتين اكبار حطيتين بهاي المعجانة وفرش وشحلاتين قلت خل اخسلهن وانظفهم ولليل اقعد اثرمهم براحتي واحطنهم بشياسة يعني اذا انت عدتش حافظات حطيهن بحافظات اذا عدتش حافظات يتش صغار حلوات حطيهن بحافظات يكون احسن بس أنا بنات ما عنده حافظات انه عنده هواي كلش اشياء احتاج الحافظات الها ومثل ما شوفون هاي ردت قاني من رح رحنا هتش نتمش عشط فريدت اشلع القصبة بايدي او هاي نفيشة وشق الصبعي مثل ما شوفون اللي سقتها باللاسق وهذا الكرفيس الجبنة ويانا من ناكة طبعا بنات كلها حشيش فشلع قلبه كلش كلش هواي بحشيش قعدت لقطه كلش كله زيان ورتبته قلت ما اذبنه انه شفت بيه هواية ويشلع القلب وهاي ابو ملاق قال دبي قلت للا والله حرامات خل اقعد ارتبه انا عليك يعني ما عندي الشي اقعد شوية شوية على ما اصفي كلش زيان يعني وحدة وحدة بلا حشيش لقطته وشفت الزيان حطيته بحافظة وبسلة واغسلنه وبعديا اقعد قعدة وحدة اثرمانه موسيقى موسيقى هنانا بنات مثل ما شوفون الكمية طلعتها يعني والباقي والله هذا بيه بس صغار وشلع قلبي قلت لأ خلي كلش كافي علي هاي الكمية طلعتها غسلتها غسلتها غسلت هذا اللي شبنت وبديت اثرم بي مثل ما شوفون خطية الوالد قاعد بالهول وقلت خل اسوي له تشاي وبينما يعني ما يخضر التشاي انه انا خل اثرم شوية واعزل الاشياء لان تعبت كلش بنات بيومها كلش والله تعبت وواي وضغطت على نفس تعرفون ان الواحد مو بس يسوى هذا الشي او مو بس يفرز يعني يريده فقلتت شن بنات انه شغل البيت تطبخين تخبزين تكنسين مش مش ترقضين ورا الاطفال فهذا الشي صير عليك ضغط وتعب دخل اثرم انا يعني الخضرة هاي مالتي واعزلها انه بنات تفيدني تفيدني بالمثل حشوات الكبة تفيدني الحشوات السنبوسة الكباب الكرفس كلش بنات انا احتاج ومرات اذا ابوستت تمام يعني ما موجود اضطر بنات انه انا اسوي شي بلا الكرفس بالمثل اسوي الكبة بلا كرفس اذا انا عندي اسوي بلا يعني تعرفون اذا ما موجود عدي بالمجمدة او ما مفرست ومرات لا احط هذا اليابس عدي يعني قوطية مسويتها الكرفس يابس المرق السمج وش بينتهم يابس عنده عازلة كل واحد وحدة وعند قوطية لا خالطت اثنين سوية احنا مثل ما شوفون الوالد يلعب ويمشموش ربي يطول اللي كرفس بالعلبة وليش بينت بنات تعفتها بالشيس راح احط فوق العلبة واعزلة على صفحة مثل ما قلت لكم بالمجمدة على موض يعني ما صر خبصة عندي وهوسة عندي بالمجمدة والفترة الجاية هم راح اعزل المجمدة لان قلت لش بنات اشوف شنو عندي شنو فرزت شنو ما سويت يعني لازم الواحد يعرف الامور مالته ويعدي الامور قبل رمضان بهذا الشكل خلصنا في الحمد الله والشكر اليك يا رب وما ننسى بنات الاستغفار طبعا وصلنا نهاية الفيديو اتمنى بدي اليوم عجبكم واتمنى بنات كنت خفيفة فضل علي شن معه الف سلام باي باي